موسيقى والله تعيدني لشريط ذكريات قديم أنا ولد طبعا في الرفاق رفاق الشرقي بيتنا جنب البلدية القديمة طبعا البلدية ذي راحت لأسف منها هدموها ما أعلم تاريخي أعتبر ولدت من أب سعودي وأم بحرينية وبعد فترة أنفصل الوالد عن الوالدة يعني صارت دعاوة في محاكم وصدر علي حكم أني أقب ست سنوات لازم أروح إلى السعودية طبعا هذه مو حصل لأن خوالي هنا كانوا يشردوني لما أي وقت تنفيذ لأكم فكان عندي عمة في جنوب الرفاق الشرقي عمية اسمها فاطمة الله يرحمها فكانوا يشردوني هناك وقعد عندها لمن ثلاثة أيام لأنه كانوا أوليون يبقونك يعني مب يعني نفذون يسرقونك ويأخذونك ودونك المهم أن الله كتب أنه صار أمري 11-12 سنة ابتديت أوعى شوية درست طبعا في مدارس الرفاق الشرقي جنب قلعة الرفاق وعقوب رحت شي اسمه مرزة الحورة وعقوب طبعا درست في الثانوية يعني وكنت من المتفوقين يعني من طلبة المتفوقين كنت دائما الأول الثاني الأول الثاني وبعدين عقوب ما كبرت شوي 11-12 سنة ابتديت أبا أشوف هالي في السعودية فرحت ربعا رحت الرياض وشفت أبوي هناك وشفت العائلة عموما يعني عشت فترة بعد في الرياض يعني تميت حوالي سنة بس بعدين رجعت مرة ثانية البحرين علشان أواصل تعليمي والله درست الله يسلمك في بيروت في جامعة بيروت العربية اي نعم وتخرجت منها وما كملت فيها رحت عين شمس اي وتخرجت من جامعة عين شمس أنا كنت رغم أني كنت شاطر ولما وزعونا على الصفوف أنا ودوني علمي بس أنا مع ذلك كان عندي ميول أدبية كبيرة كنت يوم أنا صغير أسمع الإذاعة فكنت أسمع فاروق شوشة في صوت العرب وأسمع واحد بعد في 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 إذاعة الرياض أو السعودية نسيت اسمه كنت أسمع ومتكلمون ومبهرت بالإذاعة فعديت برامج حق الإذاعة وأنا صغير وعنني برامج في الإذاعة وأنا صغير والبرنامج كان اسمه صفحات منوعة وكان فيه أشياء معلومات عقوب حبيت التراث فسويت برنامج اسمه أمثال شعبية لا زالوا يحطونه كنت أتكلم على المثل وأحط مثل ما يقولون الشارح بعدين سويت برنامج مهم في التلفزيون اسمه الرحلة مع التراث وهذه كان وايد ممتاز لأن كان معي الأستاذ فريد كامبر وكان المخرج أمير الشايب والحقيقة عملنا عمل جبار عملنا عمل عن الغوص عن الخيل عن صناعات صناعات الشعبية في البحرين السيوف القطان الحلوة يعني كان ما كان تتصور شيء من الأشياء الشعبية ما رحنا لها يعني رحنا بين الجمرة وسوينا لوزرة وغيرها ما يعني كان برنامج حقيقة كان برنامج عمكاس ولازلوا يحطونه خصصة آداب آداب إيه لأن هذا اللي خلاني أطلع من العلمي رحت علمي تميت يمكن شهرين ثلاثة بس شفت عقوب ميولي مو كنت رغم أني كنت شاطر ميول داخلية هي اللي قلت لك عنها اللي شرحت لك إياها الحين هي حبي وشغفي في الأداب في التراث في الأشياء هذه والله يا أخي بيروت لأنها كانت هي شعلة العلم في ذاك الوقت يعني الناس كلها تبه بيروت وكانت شعلة فعلا بيروت كانت يعني شا أقول لك جوهرت الشرق الأوسط أنا بعدين ربيت عند خوالي في البحرين هم اللي ربوني وهم اللي عطفوا عليه وهم اللي عطوني كل شي يعني ورثوني وشارولي السيايير وكنت الوحيد عندهم مع الوحيد هذا لين تاج راسي أم شريفة وأبويا عبداللطيف لذلك أنا سميت واحد من عيالي عبداللطيف صارت الأحداث في بيروت بيروت يوم دشت الحرب الأهلية في أوجه سنة 74 75 في الحروة هني دخلت الحرب كلش وصار خطر حتى أذكر إحنا الطلاب وكان الإستاذ عيال المحروس لك الساعة سفيرنا في لبنان وأذكر هناك طرشت الدولة طيارة وقالوا شيلوهم واللي يدرسون في بيروت ودوهم وين اللي راح إنشامس واللي راح كندا لأنه في قروب راح كندا وفي قروب راح أضن واشنطن يعني تفرقوا طلب البحرينيين بسبب الوضع الأمني الخطير لأنه كانت في صواريخ وكانت في دنيا وإحنا كنا يعني ممتعلمين يعني على هالسوالي شوف أول من اشتغل في الزاعة الخارجية طبعا أول واحد اشتغل أنا مع الشيخ محمد المبارك في شبرات موجودة في بيت المستشار السياسي وكان إي معاه الأستاذ إبراهيم علي إبراهيم من وزارة الإعلام أو من دائرة الإعلام إي معاه كسكرتير وأنا كنت موظف هناك زين وعق بيانه الأخ غازي محمد الكصيبي وغازي صار سفيرنا في واشنطن ثم صار وكيل وزارة الخارجية يات السيدة ليلى عبد الرسول الخلف هذه صارت سكرتيرة الشيخ محمد بن مبارك لفترة زمنية وعقب قالت أنا أبي أكون دبلوماسية فطلعت من من مركزها كسكرتيرة للشيخ محمد مبارك وصارت دبلوماسية في الدائرة الاقتصادية أو السياسية أنا ما أذكر ولما طلعت أنا اختارني الشيخ محمد لأن أكون مكانه عقب يا أن الشيخ عبد الرحام فارس الله يرحمه وعيل محروس دفعة الثانية كان فيها الأستاذ كريم الشكر وفيها عادل العياضي المرحوم عادل العياضي والمرحوم نبيل إبراهيم قنبر وياهم بعد واحد أعتقد مرحوم مصطفى كمال أعتقد هذه الدفعة الثانية اللي راحت وزارة الخارجية المعهد الدبلوماسي في منطقة سلابيخات هنا يمكن خمسة إلى عشرين سنة بعدها بعدها تعينت خنص العام في مدينة بومبي ذلك الساعة ما كان في سفير للبحرين في الهند فأنا كنت أمثل البحرين في عموم الهند يعني أنا كان كان القناصر السابقين لهم لقب وأنا قيرته أنا اللي قيرته يعني طبعا بالاتفاق مع وزارة الخارجية كان قنص البحرين في الهند أنا قنص البحرين في عموم الهند يعني في جميع أنحاء الهند لذلك كان كلفتي ممكن مرتين بتسليم رسائل من جلالة الملك اللي كان ذلك الساعة ولي عهد إلى رئيس وزراء الهند رجيف قندي ورئيس الهند بعد اسمه شاستري أظن كان في عندهم رئيس جمهورية مرتين وزارنا في زيارة رسمية الله الرحمة يوسف الشراوي وكان معاه حبيب السيد حبيب أحمد قاسم وش اسمه وكانوا في زيارة في الهند وطبعا في الهند ورحتوا يامان الدلهي وعقب يامان بنبي وطبعا قابلنا يعني أعضاء في القرفة التجارية وقابلنا تجار وقابلنا يعني حقيقة ناس وغير كنا نبي نفت كانت البحرين تبي تفتح أفاق للتجارة الخارجية مع الهند حتى أذكر رحنا مصنع للروادو ترانزيستر وإحنا في الجولة نشوف روادو ترانزيستر مكتب عليها سوني وسانيو ومعرف إيش فقال لهم الأستاذ الله يرحمه يوسف الشيراوي شلون هذي سانيو قال إيه نصنعهم هنا ونطرشهم اليابان واليابان يكونهم لكم فأنتم تأخذون الحقيقة بس الاسم ولا هم مصنوعين في الهند بعد الهند اللي سلمك رحت إيران كسفير في إيران تمت حوالي حوالي والله مات كسان تسعين واحد تسعين أذكر لما رجعت البحرين تعينت تذكر لما نهار الاتحاد السوفيتي لما نهار عينني الشيخ محمد مسؤول عن هالملف فكنا نسافر روايد لأنه كان لازم تقديم وسائه هو ذي تقديم مساعدات للدول اللي انطلعت من الاتحى السوفيتي فرحنا اليابان ورحنا مدريد ورحنا باريس ورحنا هذه حول هذا الملف وعقب عينني طويل عمر مدير للدارة العربية بس هاي بعد ما طولت فيها عقب عينني مدير لمجلس التعاون هذه استغرقت فترة طويلة من حياتي ونذكر حتى يوم كنا في مدريد قابلنا جيمس بيكر رحنا له كشي ثنائي بيننا وبين أمريكا مرحلة ثلثة طال عمرك رح تصرت مدير لدارة العربية لمدة سنة واحدة تشوف أن الدارة العربية ما مارس فيها دوري المطلوب كامل لأنه كانت فترة انتقال ولا كان لي فيها دور ذاك القوي ولا كان للجامعة العربية دور أصلا يعني بعد تحرير الكويت وبعد المشاكل اللي صارت صار فيه نوع من ما شا أقول لك يعني تفكك في الأمة العربية وما لتأمل جرح بسرعة يعني صارت يعني ما أدري شون يعني ما كان فيه نشاط سياسي ما كان فيه نشاط اقتصادي هذا من خلال مثل ما يقولون عملي كمدير مجلس التعاون كان لنا أنشطة وعمل وتعاون مع في إطار مجلس التعاون مع دول عربية ومجلس التعاون ومجلس التعاون بحيث بحيث أنها تضم الأردن والمغرب كنت أنا طبعا رئيس الوفد كنا نروح علشان نحاول نوجد أن نخلي الأردنيين أو الحكومة الأردنية أنهم يعني نقول لهم أن يجب أنكم تفكرون في كيفية تخلون قوانينكم تنسجم مع القوانين الخاصة بمجلس التعاون عشان يصير فيه انسجام يعني ما يصير فيه خلل باكستان لا باكستان حضرت فيها الله يسلمك أول مؤتمر إسلامي وأذكر في هذا المؤتمر الإسلامي في منتهت أعمال المؤتمر الإسلامي هذه إش صار طرن متأخرين بعد منتهت أعمال المؤتمر هذه المؤتمر هو اللي يقسم ما بين باكستان الشرقية والغربية واطلعت بنجلديش مجيب الرحمن هذه اللي أقرها المؤتمر الإسلامي هذه المؤتمر أو سين فطرنا وأذكر مع الشيخ عيسى الله يرحمه طرنا في في طيارة على طيارة الخليج الطيارة بعد نوعها أذكره فيزيتن هذه طبعا كانت تعتبر من أحسن طائرات لكننا صادنا في الجو حواصف ومطر والطيارة تروح فوق وتنزل تحت تروح فوق وتنزل تحت شكل رهيب الباكستانيين كانوا مهديننا مصاحف وكل واحد حاط مصحف فوق فكلنا قمنا يبني المصاحف وتشهدنا كلنا تشهدنا لأن الطيارة خلاص قلنا مواصلين البحرية المهم الله ستر ووصلنا يوات الطيارة بتنزل ضباب ما تقدر تنزل حتى كنا نحن نشوف الله يرحمه صاحب السوم رئيس الوزراء الشيخ خليفة بنسلمان الخليفة نشوفه واقف طيارة ما تنزل طيب شنسوي قالوا الشوخ شوفوا الظهران أقرب شيء ضباب ما ينزل شوفوا الكويت ضباب ما تنزل شوفوا أبو ظبي ضباب ما تنسل المطار الوحيد اللي استقبلنا مطار الدوحة ونزلنا مطار الدوحة أذكر ويانا أمير قطر شيخ خليفة بن حمد وبعدين كانت في طيارة مجهزة حق شيخ عيسى الله الرحمة والوفد وأذكرها كانت طيارة باك وان إيلفن قلف قلف اير بس ورجعنا طرنا الساعة 11 نزلنا تقريبا الساعة 4 الصبحة أو 5 أنا يوم صرت مدير مجلس التعاون صرت عقب سفير مجلس التعاون لدى تحاول تحاول الأوروبي بعدين صرت هيبع كلها لها قصصها مجلس التعاون طبعا كانت مرحلة زاخرة ومهمة في حياتي أنا جدا واستفت من الفترة اللي اشتغلت فيها في مجلس التعاون استفادة كبيرة أولا لأني قابلت كبار قادرة مجلس التعاون وزراء خارجية يعني سفراء يعني واستفدنا من الناس اللي كانوا يتكلمون في هذه الاجتماعات استفادة كبيرة يعني صراحة فكانت مرحلة زاخرة بالمعرفة الكبيرة بالنسبة لي وفيها طلعت كثير من القرارات المهمة لمجلس التعاون بعدها تعينت في بروكسل كسفير لمجلس التعاون في المفوضية الأوروبية في ذيش الفترة كنا نبي يسوي اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ومنحس الطالع أن أنا كنت موجود وكنت جاد وكنت أحقق الإنجاز لفترة وجودي أنا هناك للأسف ما صارت لكن تحقق منها حوالي 95% أو حتى 99% الواحد في المياه ليه الحين معلك ليه اليوم ولا كان من زمان تحققت وفتكينا صار عندنا اتفاقية تحجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قصة التعين كوكيل الوزارة أذكر أن الله يطل الأمر الشيخ خالد بن أحمد وزير خارجية كان موجود في باريس وتصل فيني وقال لي تعال أبا أشوفك في باريس فرحت له كنت جد جدت أو جدت للبحرين لفترة ثانية فخلصت الثلاث سنوات الأولى ثم دخلت فترة السنوات الثانية ففي السنة الثالثة وقع عليها كم شهر كلمني شيخ خالد وقال لي عن الموضوع فطبعا قلت له إن شاء الله قال لي يا نبيك تكون وكيل وزارة الخارجية وكذا فما نبي نجدد لك قلت له على بركة الله وفعلا يعني رجعت البحرين وتميت فترة يمكن أربعة شهور أو خمسة شهور وتم تعيني عقبها وكيل وزارة الشئون الإقليمية ومجلس التعاون أنا والأستاذ كريم الشكر كريم وأنا وكريم كنا سوا متعينين بس هاي كريم يعني استادي يعني كريم الشكر هو اللي علمني الدبلوماسية أنا أذكر رحت إلى نيويورك ضمن وفد البحرين سنة 75 وكان كريم موجود هناك يشتقل في بعثة البحرين في نيويورك اللجنة يوزعون الوفد على اللجان فيه لجنة سياسية ولجنة اقتصادية حقوق إنسان والمرأة ولجنة الاستعمار المهم أنا كنت الأصغر فعينوني في لجنة حقوق الإنسان والمرأة المهم في هذه اللجنة طلع مشروع قرار بأن الصهيونية حركة عنصرية قامت القيامة في أمريكا وفي الدول الغربية وفي الصحافة وفي الدنيا مشروع يدرس في هذه اللجنة ومعروض عليها مشروع قرار وأنا مسؤول عن هذه اللجنة فطبعا يتحق حق الأستاذ كريم وقت له وقلت له السادة هنا أبي يعني لازم بحرين تلقي كلمة في هذه الناسبة فطبعا هو ما قصر قال لي أنت كتب وروني فكتبت أنا اللي قدرت عليه وعدله للسادة الكريم وقال الله واللجنة اللي ما كان حد يحضرها قاعدوا يحضرونها السفراء ممثلين الدول كل يوم قاعدين دول الأوروبية أمريكا صارت أهم لجنة حتى الصحافة والكاميرات كل علينا قول ما في ما بقى شي المهم في آخر يوم إلا الصحافة مقاعدين خبر الطاولات شدي مدورة ولا كاميرات مثل الكاميرا ذي في الوسط ولا الرئيسة من السنقال تحجي من السنقال ولا تزانية المهم التحجي فرنسي ومارش قالت لهم وطارتهم كلهم قالت ولا أحد يقعديني قرارات طردوهم قالت لهم أن هذه قرارات سرية وطرأ أقول لك ومشتهم واتخذ وأنا لقيت الكلمة طبعا وكلمتي موجودة في الممتحدة أول كلمة ألقيها في حياتي سنة 1975 ومشتهم ومشتهم واتخذ القرار بأن الصهيونية حركة عنصرية يعني قصص من القصص المهمة في حياتي في تاريخ عملي الدبلوماسي في وزارة الخارجية أنا حياتي بعد التقاعد أنا أشوف أنا رجل أحب القراءة وأحب الرياضة يعني القولف هذي ماشي من حياتي من يوم أنا صغير أنا القولف هذي ماشي معاي من يوم أنا صغير كنت على في نادي عوالي للقولف هذه أصغير أنا حتى عيالي يلعبون يعني قولف عقب التقاعد طبعا وقلت لك عن القراءة أحب اليوغا أحب الموسيقى فركزت في أول ستة شهور أني يوميا أروح مكتبة عوالي وأقعد فيها وأقرأ وأقرب ما أقرأ أرجع البيت وأتقدم وهذا ألم أجره لكن ما رجلون ساعات الأمور أتيك بروحها سبحان الله صار بيني وبين بعض الأهل بعض المستثمرين من أهلنا في السعودية وطلبوا مني أني أدير شركة للاتصالات في البحرين ووالله كان عالم جديد لكني يعني أعتقد أني نجحت وصار لي حين ستة سنين وهي السنة الحمد لله قاعدة نحقق أرباح في هذه الشركة لأنني اعتمدت على الشباب البحريني طبعا هذا شيء مهم لأنني عندي في الشركة الآن أكثر من 64 إلى 65 نسبة بحرينيين يعني العمل في الاتصالات مشكلة أنه يحتاج إلى خبرات غير متوفرة عندك في البحرين وتضطر أنك توظف من الخارج أنا لدرجة أني عندي موظفين يشتغلون معاي وهما في بلدانهم أنا عندي واحد يشتغل في الإرجنتين وعندي واحد يشتغل في أثيوبيا هواياتي مثل ما قلت لك يوغا الصباح أسوي يوغا 45 دقيقة عندي بوكسنغ أسوي بوكسنغ غير يعني الدي الثاني اللي هي شي سمونا الأثقال عندي فوق يعني إذا حبيته تشوفون عندي نوع الجم صغير وأحب الموسيقى أنا من زمان أتعلم البيانو عندي بيانو قديم مصنوع شارية يعني تراثي شارية يعني تاريخ صناعته 1910 مصنوع في في باريس و وراح أمريكا ورجع من أمريكا وملكة واحد في البحرين وشريتها من عنده وكهو يم كني تشوفه أغلا عندي ثلاثة عندي فهد وعندي عبداللطيف وعندي عبدالعزيز أم البنات فعندي الدكتورة رشا وعندي النورة وعندي زين لا لا عندي فهد وزير مفاوض في وزارة الخارجية كان اشتغل في ألمانيا أربع سنوات واشتغل في نيويورك ثلاثة سنوات حاليا نورة الخارجية عندي دكتورة رشا كانت طبيبة في المستشفى العسكري ثم طبيبة في مستشفى وزارة داخلية ثم أصبحت المسؤولة عن مستشفى طيران الخليج وعن نظافة الطائرات وعندي الله يسلمك عبداللطيف يشتغل الآن في الأمانة العامة هو خريج شيء اسمه أوكسفورد في العلاقات السياسية اي عندي نورة تشتغل الآن في شركة مهمة في لندن حاليا هي في مولبورن عندهم اجتماع شركتها بعثتها انتداب خاص حق حكومة أبوظبي حق موضوع المؤتمر المناخ الكبير زين طبعا هذه زين تشتغل في وصول صارت الآن عضو مجلس إدارة في 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 القولف في الريال القولف كلب والآن حطوها في قولف هوتيل الشيء اسمه في مجلس عبد العزيز يشتغل في كيبي أم جي في سايبر سيكوريتي متخرج من جامعة ورك ماجستير وراح إلى هارفرد لمدة سنة في دراسة تقوية في القيادة وفي الشيء اسمه في السايبر سيكوريتي كبار ما شاء الله يعني زين من زوجها زوجها خالد لكسيبي عنده ابني والابنتين عبد اللطيف متزوج رشا متزوجة ثلاثة ثلاثة يس وثلاثة نو أنا إذا في شيء بأقول لأن أنت تكلمت كثير عن وزارة الخارجية الشيخ محمد مبارك وسموه الشيخ محمد مبارك هي شخصية فذة شخصية تعلمت منها أشياء كثيرة في حياتي ما لك مطباق ويابتك أخو كريم لا أنا كانت أنا كانت حياتي كسكرتير مدير مكتب كل حاجة كانت الحمد لله أسموث ماشية زين وكنا نسافر وكان هو يعني رجل مختلف يعني رجل عنده صفات جدا راقية وأخلاق جدا عالية وخبرة فأنا تعلمت منها الأشياء كلها بس الواحد ما يوصل لمستوى ما توصل وإلا يطاول العمر إن شاء الله ويخليه وإحنا كلنا حقيقة في الخارجية ندين له بأشياء كثيرة وأنا مسرور أني أشوف الأكاديمية اللي عملوها لا في الخارجية كتكريم لسموه وأشوف أنا بعد الأكاديمية قاعدة تأدي دور ويد مهم في البحرين وحق العمل الدبلوماسي والسياسي في البحرين هذه الكلمة اللي بقولها وأريد أشكر بعد الأخ كريم الشكر لأني تعلمت منها أشياء كثيرة في بداية حياة الدبلوماسية وأنا ما أنساه في ذلك